عقد معالية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في القاهرة اجتماعا مع معالية دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية وسعرض الجانبان خلال لقاء استراتيجيات العمل بالمنظومة الصحية بكل البلدين وتجارب الرائدة التي تم تحقيقها من أجل تقديم أفضل رعاية طبية لائقة لمواطمي الدولتين كما نقش الجانبان توسيع أفاق التعاون بين القطاعين الصحيين بالبلدين فيما يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية ومجال توفير الأدوية كما قام معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة والوفد المرافق بزيارة فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا وأشهد بالرعاية والمشاركة الرفيعة في المؤتمر والمعرض المصاحب وما يتميز به من حسن التنظيم كما والتقى عدد من كبار مصنعي الدواء وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الدوائي مع شركات الأدوية المصرية